السلام عليكم كديري اللبس عليكم اتمنى تكونوا كاملا بخير والاخير وهذا الفيديو يقعكم في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله سنشارك معكم كرامل صنع منذلي وغير بجوجة المكونات فقط كرامل اللي يجي ناجحه مضمون مئة في المئة خليكم معي على الاخير نشوف المكونات وطريقة تحضر والمزيد من التفاصيل وغادي نبدأ بسم الله غادي نحتاج في المكونات للعسل لانا خديت كاس ديال العسل سواء العسل جاهز او من العسل اللي كنصوفه في البيت يعني جامع انواع العسل كتنجح في الوصفة درتو فكسر هنا خديت كاس ديال العنبا درتو فكسر هنا حتى تسخن ولا خفيف ومن بعد دفت له خمسة ديال القطاع ديال الشوكولات الشوكولات الابيض او لابادي للشوكولات طباش كنخدم انا بقيت كنحرك بالنسبة لهذه الوصفة هذي كما اشتوا معي في اول فيديو القوام ديال الكراميل را كي يجي عاقد ومعلك بغيتو يجيكم خفيف على ذاك القوام يشتوا معي في الفيديو في الاول كتتنقصوا الشوكولات بغيتو يجيكم عاقد اكتر كتضيف وجوج حتى الثلاثة ديال القطاع ديال الشوكولات على حسب الوصفة اللي انتو مغا تستعملوا فيها هذا الكراميل هذا كنلسقوا به استابليات كنجمعوا به الحلوة كما اشتوا معي في الفيديو السابق من هذا يعني متعدد الاستعمالات هنا خليتو في الكسر هنا فوق النار اللي كتكون متوسطة حتى كيغلي واحد ثلاثين ثانية وكتطلع عليها ذاك الكشكوشة او لذاك الفقاعد سفي كنطفي عليه النار وهنا يدرتو في واحد زلافة وقد نخليه تاك يبرد وعاد نقدره نخدمو به وهذا هو القوام دياله كيفاش كي يجي نتمنى تكونوا وصفة من الإعجاب ديالكم وتكونوا استفتوا معها شكرا على المشاهدة وإلى الفيديو القادم إن شاء الله مع السلامة شكرا على المشاهدة